سنعود للموضوع قمة مراكش الثانية التي ضمت دول الساحل زائد المغرب الذي قدم من خلال مجالات الملك في خطاب ذكرى من الـ 48 للمسيط الخضراء على المبادرة الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي قبل ما نطرقوا للكلمة وزير خارجية مالي عبيت في هذا الجزء أن نرد على عبيد العسكر عبيد العسكر اللي بينما عندوش تقافة في الجغرافية وما يعرفش كيفش يدافع على وجهة نظام العسكر أو عصبة العسكر الذي يعني غاضب غاضب ويعتبر أن المبادرة المغرب هي شغل راها شغل راهم يتعدوا للجزائر وكلها مغالطات ولا أسسها من الصحة هو غاضب لأنه بتصرفاته يجعل الجزائر محزولة لكن باش يواجهوا هاد العزلة وباش يواجهوا المغرب وباش يبروا للفشل الفشل انتاحهم حاولوا أنهم ينقصوا من أهمية هاد القمة وين راحوا؟ قال لك موريطانيا رفضت موريطانيا رفضت الحضور في هاد الاجتماع يعني شغل باش يغالطرة إلى عام العبيد لعبوا وقرهم معروفين أسماواتهم أنا ما نذكرش أسماواتهم يعني ما نعطوهم مش بيبليسيتي ما نعطوهم مش إشهار نادوا قاعدوا يكتبوا وقال لك لا قلوا ما لاخرها موريطانيا ووقفت ضد هاد الاخر وراها رفضت دعوة ليوجهها للمغرب باش تحضر هاد القمة أولا لو كان كان عندكم درة دكاء البوبادرة هادي تخص دول الساحل التي ليست لها واجهة على الأطلسي أما موريطانيا عندها 754 كم على الأطلسي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لو كان موريطانيا فعلا وجهت لها المغرب الدعوة وجه لها المغرب عفوا الدعوة ورفضت وين راهم الإعلام متاع موريطانيا وين راهم السلطات متاع نواقشت اللي هي نورمال مو هي اللي تتكلم في الموضوع حتى وإذا ما تكلمتش السلطات الرسمية الإعلام يقول لك بلي موريطانيا رفض الدعوة وهنا نأكد بأن المغرب لم يوجد دعوة إلى موريطانيا لحضور هذا الاجتماع وهذا كله كذب وهراء وثانيا باش نعطي شوية تقفى عامة لأبواق وهذا عبيد العسكر الذي يدافع بغباء ما نيش عارفه النظام را يقول له غي ضرب غي قصف المهم بغباء بيدكا المهم أقصف وشووش هذا القصف العشوائي هذا القصف الإعلامي العشوائي هذا يضر عصابة العسكر ويبهدل بها يا عصابة العسكر الأبواق اللي راكي مكلفتها باش تدافع عليك خسكي تديري لها فورماسيون في الجيوغرافية تديري لها تكوين في الجيوغرافية الدول هادي هي دول اللي كما قلت لا تطل على الساحل ونعاود ندير لكم درس في الجيوغرافية طبعا على خطر أنتم بحاجة إلى يعني التفريق بين موريطانيا ودول الساحل لاحظوا الدباب لرهنا بعد به حل عينيه ويشوف بس تعرفوا باللي الكذب انتهى هذه العصابة والإعلام انتهى لا يتوقف إذا تكلمنا مثلا على تشاد انظروا يوجد تشاد نيجر مالي وهنا بوركي نفاسو جنوب نيجر ومالي هذه هي الدول التي حضر وزراء خارجيتها قمة أو اجتمال المجتمع الوزاري الذي عقد في مراكش أمس هذه الدول هي التي تهم أو من بأجلها تبلورت المبادرة التي أعلن عليها جلالة الملك في ذكرى المصيرة الخضراء هذه الدول كما نسموها في المصطلح الجغرافي الدول الحبيثة ما معنى الدول الحبيثة التي ليست لها وهي في القرى الإفريقية أعتقد توجد عشر دول ما عندهاش سواحل لا على المحيط الأطلسي ولا على المتوسط ولا على المحيط الهندي أما موريطانيا موريطانيا أراكم تشوفهم الحدود المغربية الموريطانية إلى غاية الحدود السينيغالية أو الموريطانيا السينيغالية هذا هو سالح الساحل الموريطانيا على الأطلسي هذه الدول الأربع ساحل لحضرة قدمة مراكش أو الاجتماع الوزاري للتنسيق هذه الدول سيقوم المغرب بتسهيل ولوجها إلى المحيط الأطلسي والأمر هنا متعلق بميناء الداخلة اللي غادي نوريكم هذا ميناء الداخلة وكنت زرت بداية الأشغال فيه ودرت فيديو من هناك يقع شمال مدينة الداخلة أو شمال شبه جزيرة كما تلاحظون شبه جزيرة الداخلة الميناء هنا في هذه المنطقة الميناء اللي غادي يكون ميناء ضخم على شكلة ميناء طنجة المتوسط والميناء النظور المتوسط هذا الميناء سيكون حلقة وصل أو يعني المتنفس أو الواجهة البحرية أو البنية التحتية التي تسهل من صدرات وواردات دول الساحل الأربعة تشاد نيجر مالي وبوركينا فاسو ولهذا أنا كنت أمس تكلمت بأنه بات من الضروري أن يكون هناك معبر حدودي ثاني لكي يربط المغرب مع بلدان الساحل على غرار معبر الجرجرات الذي يربط المغرب مع موريطانيا ومن ثم مع الدول غرب غرب إفريقيا الأكيد أن هذه المنطقة سيبدأ قد يبدأ تغير الوجهة انتاحة من خلال الخيرات في التنمية خصوصا مع انطلاق أشغال أمبوب أمبوب الغاز الذي سينطلق من نيجيريا مرورا بكل دول غرب أفريقيا نحو المغرب ومن ثم إلى أوروبا هذا المشروع هذه المبادرة الملكية ستساهل أو ستساهم في تنمية اقتصادات دول الساحل وما غديش تحس نفسها هذه الدول بأنها محاصرة وبأنها ما عندهاش عندهاش يعني لكسي للمحيط الأطلسي طبعا هذه المبادرة اللي غدي نبعد نشوفه التفاصيل الداعام بعد غدي تنم عن امتيازات غدي تحصل عليها دول الساحل من قبل المغرب اللي هو صاحب الفكرة واللي هو دايما كان عنده تصور وبصيرة وعنده استراتيجي كيفاش يعزز من يعني تعاون جنوب جنوب لأن هذا تعاون جنوب جنوب هذا يخدم هذه المبادرة تخدم شعوب شعوب الدول الأفريقية خصوصا في منطقة الساحل التي تعاني من المخططات الخبيثة من بعض القوى وبعض القوى العاملة لها واللي على رأسها عصابة العسكر الذي يمثل النظام الوظيفي في القرى الإفريقية العميل للاستعمار إذن باش نوضح الأمور لهذا الدباب وهذا العبيد نتعى العسكر المغرب طبعا سيكون هناك تنسيق في المستقبل مع موريطانيا هديك في المغرب لم يوجه دعوة لموريطانيا لحضور هذا الاجتماع الوزاري الأول المنعقد في مراكش لكن المؤكد هناك كل هذا الدول ستبدأ يعني يعني تخرج من تلك الشيء اللي تفرضت عليها لمدة عقود من طرف الاستعمار ومن طرف أدنى به الناس في مالي والناس يعني الشعب في النجر وفي مالي بركي نفسه بدأوا يعرفوا شكون هو الحبيب شكون هو الصديق وشكون هو العدو وهنا العدو اللي رأي يمارس يعني قوبية نتائه والتخلط نتائه هو إصابة العسكر العميلة الاستعمار والتي تأكد من خلال خروج الماليين في أحدى مدن مالي لمهاجمة إصابة العسكر تأكد بأن الشعوب منطقة السحل بدأوا يفقوا بدأوا يعرفوا بللي هذا النظام عمره موقف مع دول السحل وهذا النظام الحاكم في الجزيرة هو نظام عنصري وما يمتلش الشعب الجزائري باش نكونوا واضحين ما يمتلش الشعب الجزائري لأن الشعب الجزائري هو أيضا ضحية هذا النظام الجلاد هذا النظام المجرم الذي صادر إرادة الشعب الجزائري وبالتالي إذا تحررنا نحن في الجزائر من قبضة هذا النظام المجرم العميل للاستعمار ستتنفس كل المنطقة السعداء وليس فقط الجزائري هذه توضيح فيما يخص الكلام والمغلطات والأكاذيب أنت على الإعلام وأنت على الأبواق وأنت على العبيد أحسن مصطلح والأبيد أبيد العسكر أبيد العسكر أبيد الرونجيرس أنتم اللي تكذبوا على الشعب الجزائري وتحاولوا تغلطوه وفشل نظامكم دايما تبغوا تردوه على أنه انتصار وإحنا جزائر بلادنا ناراها في عزلة يوما بعد يوم وكل شعوب المنطقة والدول اللي تضرب الجزائر عرفت حقيقة ما كان يقوله المغرب هذه العقود كما قال وحد الصحفي من مالي أمس قال كنا نتجاهل وكنا لا نعي بدعوات المغرب وما كان يقوم به المغرب من أجل يعني كشف حقيقة هذا النظام ورهم وقفوا اليوم على الحقيقة وانتهى الأمر رهم يحاولوا الأبواق انتهى نظام العسكر على تصوير هذا الشيء اللي وقع لأنها مؤامرة و أليو بشي تراجعوا بشي عاود يفكروا بشي صفروا المشاكل من أجل الجزائر لا اعطاوا الأوامر لأبواق تأحم المنبطحة إلى إطلاق العنان والتهجم كما ستلاحظون هنا في هذه القصصة لجريدة الخبز مش جريدة الخبر جريدة الخبز هذا الجريدة التي ولت منبطحة ولت داخلة صف صحافة بوضورو بعد ما كان لها اسم انظروا إلى هذا العنوان الإنقلابي اللي أدركوا اللي يسموه الإنقلابي الدموي قبل أشهر ولقبل أسابيع كانوا يشكروا فيه بل أكثر من ذلك العصابة على العسكر هي اللي كان لسهلة مأمورية تقوات فاغنر اليوم ولو يسموه بال الإنقلابي الدموي وقالوا بأنه يلعب بالنار وأن باماكو كما تلاحظون تعض اليد الممدودة وأن الجزائر وسيط أساسي في كافة نزاعات انتم ما تحب ما تبغوا الخير لا الأزواد ولا ولا أجمع باماكو أنتم خلطين وما أنتكم مش مصداقية وكل شرع فيق بكم بالمناسبة أوجه نصيحتي للأخوة في الأزواد أن ينتبهوا لخبط هذا النظام الذي لا يريد لهم الخير بتى شوفوا واش قالت قالت بأن جهود جزائرية تاريخية للحفاظ على وحدة وسلم مالي والويزا حنور قالت بأن المخزن يعمل على توطير العلاقات الجزائر بدون الجوار ولا أعرفه هذا معزوز قال من حق الجزائر الدفاع المحيطها الخارجي من حق الجزائر الجزائر تدافع على وحدة أراضيها على سيادتها على تدافع على مواقفها اللي ما تدخلش في شؤون في شؤون دول الجوار أما أنها تتدخل في دول شؤون دول الجوار وتهاجم الذين كانوا غيري البارح كانوا يشكروا فيهم وكانوا يتعاونوا فيهم اليوم ضاروا عليهم وقالوا لهم هذا انقلابي وقال لي أن لماذا مالي رفضت بعض الخطوات التي أبانت على أن عصابة العسكر تخلط وتخلق مشاكل فقط هذا ما كان ثم نقطة أخرى أنا البارح كنت نتابع في الشيخ علي بالحاج أثار إلى نقطة مهمة وقال لهم يعني بي النفاق هذه العصابة بكل صراحة بي النفاق هذه العصابة عندما قال قال لهم استقبلوا الإمام ديكو محمود اللي هو أنت زاوية كونتا يعني وهنا كانوا دايما يقولوا يقولوا الجماعة الفيس ولا في الجزائر في الداخل يجي بعدهم الخلط بين الدين والسياسة وتسألوا التسأل كان مشروع أمس عندما تكلموا في هذه النقطة قال لهم أنتم ما راكم تخلطوا الدين بالسياسة يعني راحوا جابوا إمام اللي هو يمثل أحد الشخصيات المعارضة لحكام باماكو العسكر الحاليين وراهم يعملوا لا باش يدعموه باش يدير عاود انقلاب على هذا اللي راهم ضربوك اللي داروا انقلاب على الرئيس المنتخب في 2020 وهنا يتبين من خلال الشيخ اللي بالحياة الكلام منتعو حقيقة هذا العصابة لشغل حلال علينا حرام عليكم جماعة الفيس الذين مشاوا بالصندوق وربحوا بالصندوق في ال91 آنداك وأجهدت المسار الديموقراطي في الجزائر وقع الانقلاب وطالبوا باش يفصلوا الدين على السياسة وهدي يعني بالنسبة لهم هما في الجزائر خاصها تكون ولكن بالنسبة المالي احنا يروحوا يدخلوا ويدعموا إمام ويخلوه زيما يشغل يدعموه ضد جماعة أنت أباماكو اللي ما رحوا مش متفاهمين معهم اللي ما عجبهمش التصرفات أنت هم وبالتالي بدأوا يخلطونهم هذا العصابة على العسكر مصيبة كبيرة في المنطقة وسقوطها وسقوط ليس سقوط هذا الأشخاص سقوط هذا العقيدة وهذه الإديولوجية الخاسرة الفاسدة هذه العصابة هي التي تجعل الجزائر إلى الوضع الطبيعي الجزائر إلى علاقات طبيعية مع الدول الجوار لأن هذه العصابة تظن أنها قادرة تفرض الوصاية خطرهما أذناب الاستعمار لأن الاستعمار كان لعقود يفرض الوصاية على إفريقيا وهذا رح يديروا في الدور المستعمل يظنوا أنفسهم بأنهم عندهم الوصاية على تونس الوصاية على المغرب الوصاية على نيجر الوصاية على ليبيا دول المحيطة بالجزائر ما كانش اللي يفرض عليها الوصاية كل بلد له سيادة كل بلد له أبنائه وله شعبه عند هالكلمة أما تجين تي يا عصابة العسكر وتظني بأنك قدري تتحكم في مالي ولا في النيجر ولا في باقي الدول المحيطة في الجزائر فأنت واهم مالي أنكم أنتم يا عصابة العسكر ما قدرتوا تحلوا المشكل والأزمة السياسية في الجزائر فما بالكم بالأزامات والمشاكل لانتها دول الجوار وبالتالي اتلقات العصابة صفعة مودوية من مالي إن شاء الله هذه المبادرة الدولية التي أطلقها ملك المغرب تأدي في آخر المطاف إلى أن تتبنى كل من النيجر والمالي الموقف الصحيح فيما يخص مسألة الصحراء المغربية واحترام وحدة وسيدة المغرب على أراضيهم